اشتركوا في القناة من امره فبعض الاسدزة الشراح يعني بيقول ان الله له ان يقضي ورسول الله تبارك وتعالى صلوات رب عليه له ان يقضي انتبه ما كان لمؤمن امن بالله عن طريق رسالة هذا الرسول اولا شاء الله تبارك وتعالى ان تكون هناك طريقة محددة في ايصال رسالات السماء الى اهل الارض اكرر شاءت ارادة الله ان تكون هناك طريقة محددة لايصال رسالات السماء الى اهل الارض هذه الطريقة المحددة تتلخص في ان يصطفي الله تبارك وتعالى طارة انبياء واخرى مرسلين لايصال النبوءات والرسالات الى اهل الارض من عهد ادم الى ان تقوم الساعة بدأت الرحلة بادم واختتمت بمحمد بن عبد الله صلواته ربي عليه احنا كده مش مختلفين لغاية كده احنا ماشيين مع بعض الله تبارك وتعالى لو ترك الخلق جميعا لجبريل الامين مثلا يوصل لهم كانوا قالوا يوم الايام ايه ده ملك واحنا ما فهمناهش وما عرفناش نتفاهم معاه انما حكمة الله تبارك وتعالى كانت ان يصطفي من الناس واحدا في كل امة سواء بالنبوءات او بالنبوءة او بالرسالة علشان يتعامل معه الوح عن طريق الله مباشرة او عن طريق جبريل الامين حتى يسهل على الناس التفاهم مع هذا الرسول او هذا النبي فدي مسألة ما فياش خلاف لكن هل لهذا النبي او ذاك الرسول ان يقضي امرا هذا هو السؤال واكرره وسأظل اكرره حتى القى الله هل لهذا النبي او ذاك الرسول من عهد ادم الى محمد بن عبد الله ان يقضي امرا منفصلا عن رسالة تحملها او نبوءة قد اداها الاجابة الاجابة التي تتفق وتتسق مع شأن هذا الاله الحق الذي ليس كمثله شيء واحد مع هذا الاله الحق الذي اصطفى هذا النبي او ذاك الرسول على سائر الامم الاجابة لا لو انت اخذت بالك في الاية ما كان لمؤمن وما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة التكرار ده يعني ما كان لمؤمن ومؤمنة لا ولا مؤمنة يعني النفي يكرره الله تبارك وتعالى لتأكيد ان انت ملكش اختيار او ملكش مدار في مدارات الاختيار اذا قضى الله ورسوله امرا مش من حقك لكن السؤال اللي احنا طرحنا من زمان وطرحناه بمعناها على فكرة مش عرضناه احنا طرحناه يعني حضراتكم طرحتوا السؤال ده يعني سبتوه محدش جاوب على السؤال ده احنا بقى بنعرضه على حضراتكم النهاردة هل مؤمن هل مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لي انا او انت او انت الخيرة من امرنا الاجابة لا السؤال اللي اطرح بقى اطرح بمعنى تساب يعني هل الرسول ان يقضي قضاء بعيدا عن هذه الرسالة الاجابة لا بل هذا مستحيل لانه انفعل صلوات ربي عليه فقد كفر ان يقضي مع الله فواحد يقول لي زي اللي كان بيشرح كده ما هي الآية هي واضحة يا شيخ مش محتاجة والله يا العظيم انت اللي مش فاهم انا بحلف بالله شوف اما هصغلك السوء الآية صياغة اللي انت عايزه بقى بس قبل ما صغها عايزك عايشك الآية ما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ولا امرين لو انت عايز تخلي الله ورسوله على قدم المساواة كان يبقى الكلام ايه امرين لكن الله يقضي ورسوله ينقل امرا واحدا فالرسول هنا ناقل لا دخل له بالقضاء لا دخل له بان يقضي او يشرع او مستحيل اختيار الله تبارك وتعالى يعني القرآن تضمن كثيرا كلمة النبي وكلمة الرسول هنا محمد بن عبد الله رسول يعني ايه رسول ناقل هو ينقل الرسالة فقط التوصيف هنا توصيف توقيع في الكلمة كلمة الرسول هنا توصيف وتوقيع لشأن محمد بن عبد الله انه ايه رسول صلوات رب عليه رسول ايه ناقل لكلام الله وقضائه اشتركوا في القناة